هذا الكلب أعزكم الله هو الرئيس التنفيذي الجديد لموقع تويتر الأمر الذي كشفه رجل الأعمال والمالك الجديد لموقع تويتر أيلون ماسك عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر موضحا خطوته هذه بنشر صورة هذا الكلب على حسابه الرسمي وكان أيلون ماسك قد قالها من قبل أنه يبحث عن شخص مجنون بما فيه الكفاية لهذا المنصب وأرفق ماسك الصور بتعليقات تقول هذا هو الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر إنه ممتاز في التعامل مع الأرقام يظهر في الصور التي تتابعونها الآن على الشاشة كلب من سلالة شبا إنو وهو على طاولة أمامه أوراق عليها ختم بشكل طبعة مخلب ولافتة مكتوب عليها اسم فلوكي ما إن انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل المغردون بكثرة مع صورة المديرة التنفيذية الجديد لموقع التويتر الكلب فلوكي لنتابع مع بعض بعض التعليقات البداية بهذا الحساب للشرق للأخبار على التويتر أيضا علق آيلون ماسك في تغريدة ساخرة يرفق صورة كلب خلف مكتب ويعلق الرئيس التنفيذي الجديد لموقع تويتر أيضا نأخذ هذا الحساب لبوابة الأخبار أيضا علقت حول هذا الموضوع وتغريدة غريبة لآيلون ماسك نشر صورة لكلب وعلق عليها الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع أفضل بكثير من ذلك رجل الآخر إنه ممتاز في التعامل ماسك كان قد ذكر أنه سيتم تعيين رئيس تنفيذي خلال عام 2023 ننتقل أيضا إلى هذا الحساب الذي كتب وعلق آيلون ماسك يضع صورة كلب في منصب المدير التنفيذي لشركة تويتر يعني اللي في نفسه يسب ويعلن لا يقلق قد المدير كلب أيضا ننتقل إلى هذا الحساب لموقع الحدث كتبت أيضا تغريدة غريبة لماسك نشر صورة كلب وعلق عليها هذا هو الرئيس التنفيذي الجديد لموقع تويتر أحسن من الرجل الآخر إنه ممتاز في التعامل مع الأرقام ممكن أيضا تعليق آخر لهذا الحساب العربية سين بيسي العربية كتبت أيضا نشر الملياردير الأمريكي آيلون ماسك صورة على تويتر لكلب من نوع شيبا إنو بعنوان الرئيس التنفيذي الجديد لموقع تويتر رائع مضيفا أنه بارع جدا في تعامل مع الأرقام الكل تفعل معها صورة ماسك على موقع التواصل الاجتماعي أيضا هذا الحساب على تويتر علق تغريدة غريبة لآيلون ماسك نشر فيها صورة لكلب وعلق عليها هذا هو الرئيس التنفيذي الجديد لموقع تويتر أنتم أيضا يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحات الشرق الإخبارية